اشتركوا في القناة جديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس جامعة الكرة تحرج قناة عالمية وتصدم الجزائر نجحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الضغط على قناة عالمية بالسبب خريطة المملكة المغربية وفرضت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على قناة كنات بليس الفرنسية بوضع خريطة المغرب بصحرائه كاملة وكانت القناة الفرنسية قد نشرت في وقت سابق خريطة المغرب مبتورة وهو ما فرض على الجامعة الضغط قبل نشر برنامج يتحدث عن نهضة الكرة المغربية وأطار نجاح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في فرض خريطة المغرب كاملة على قناة فرنسية عالمية صدمة للنظام الحاكم في الجزائر ودعت أقلام جزائرية تابعة لنظام العسكر أخبارا مغلوطة تبين زيفها عبر مصدر رسمي من القناة الفرنسية وأعلنت الدولية الفرنسية السابقة وصانعة المحتوى بقناة كنات بليس الفرنسية لوري بولو إطلاقها لوثائقي خاص بكرة القدم المغربية في ظل تطورها المتير خلال السنوات الأخيرة على مستوى الذكور والإنات وشاركت اللاعب السابقة على حسابها الرسمي في الإنستغرام رابط الوثائقي المعروض على قناة كنات بليس مؤكدة في وصفها أنها تبرز معالم تطور كرة القدم المغربية سواء على المستوى المحلي أو المنتخبات الوطنية أول تعليق لمدرب الجزائر لأقل من 17 سنة قبل مواجهة المغرب في أول تعليق لمدرب الجزائر لأقل من 17 سنة قبل مواجهة المنتخب المغربي وصف رزق رمان مدرب المنتخب الجزائري المباراة المقبل لدى نظره المغربي في ربع نهاء كأس الأمم الإفريقية بأنها النهائية وفي تصريحات نقلتها موقع الشروق الجزائرية أكد رمان أن هدف فريقه هو التأهل للمونديال وأن المباراة مع المنتخب المغربي هي بمتابة نهائية وقال بالحرف هدفنا التأهل للمونديال ومباراة المغرب بمتابة نهائية أنا سعيد بالتأهل لأن اللاعبين كانوا محبطين بعد الخسارة التقيلة أمام السنغال ثم تلقيهم الهدف الكونغولي المباغت قبل أن ينتفذوا ويفتكوا بطاقة العبور وأضف رمان أنه سعيد بالتأهل رغم الهزيمة التقيلة التي تعرض لها فريقه أمام السنغال وتلقيهم هدفا مباغتا من الكونغو وأنه سيعمل على تصحيح الأخطاء ودعم الفريق وختم رمان تصريحاته بالدعوة للجمهور الجزائري بتقديم الدعم المعنوي للمنتخب الوطني وعدم الضغط على اللاعبين الصغار وعدم تعويضهم على المنافسات الدولية الكبيرة ويجر اللقاء بين الجزائر والمغرب في ملعب الشهيد حملاوي وذلك يوم الأربعاء المقبل بدءا من الثامن مساء بالتوقيت المغربي بعد اهتمام برشلون بخدمتها الفيفا يكافئ المغربي سوفيان أمرابط دخل الاتحاد الدولي للكرة القدم فيفا على خط الأخبار التي تتحدث عن قرب انتقال النجم المغربي سوفيان أمرابط لبرشلون الأسبانية ونشر فيفا منشورا يكافئ فيها الدولي المغربي ويمجده واصفا إياه باللاعب الذي يرغب أي نادي في العالم في أن يلعب له وزد منشور الاتحاد الدولي للكرة القدم قائلا سوفيان أمرابط محارب مقاتل وأساد مخضرم وتبع منشور الفيفا سوفيان أمرابط لاعب من طراز عال يحسد من يمتلكه في وسط ميدانها وتتصرع كبرى الأندية العالمية لإقناع اللاعب المغربي بحمل ألوانها لعل من أبرزها برشلون الأسبانية وخرج رئيس فيرونتين بتصريحات يؤكد فيها السحالة إقناع لعبه المغربي بالاستمرار في ذلك ترة العروض التي توصل بها وبات على برشلون إنهاء مجموعة من الأمور الإدارية حتى يتسنى له التوقيع للنجم المغربي صوفيان أمرابط وهو ما اقترب منه الفريق الإسباني مستجدات رحيل حكيم زياش عن تشيلسي وجد تشيلسي نفسه في ورطة بسبب المغربي حكيم زياش ولاعبين أخرين وكشف مطلوء المختص بأخبار تشيلسي أن مالك الأخير يحاول بكل طرق التخلص من لاعبه المغربي في الصيف القدم وأشاردت المصدر أن صعوبات تعترض مسؤول تشيلسي الإنجليزية للتخلص من لاعبه المغربي له ارتباط بالأزمة المالية وزدل موضحا يريد تشيلسي أن يتم تنفيذ غالبية عملية البيع قبل بدء المعسكر الصيفي سيتم تكليف بول وينسلي ولورانس سيورت بمحاولة البيع في أسرع وقت ممكن ومن المفهوم أن تشيلسي تحدث بالفعل إلى وسطاء حول محاولة مساعدتهم في العطور على مشترين وكذل أن خطة تشيلسي لن تكون مفروشة بالورود بل تعتريها عدة صعوبات لها ارتباط بمالية المهتمين بزياش وزملائها وعن هذا الأمر يقول الصحافي الإنجليزية بيع هؤلاء اللاعبين سيكون أسهل بكثير في القول من الفعل انظر إلى الطريقة التي لعبوا بها هذا الموسم ومقدر الأموال التي يكتسبونها وتبع قائلا الأسواق التي استدفوا تشيلسي لبيع زياش وآخرين هي إيطاليا وإسبانيا وهم الآن يعانيان من مشاكل مالية ويتقض حكم زياش راتبا مغريا يتجاوز الستة ملاير سنتيم يفرد تخفيضه أو بيع اللاعب المغربي لتجنب العقوبات وكشفت صحيفة إفنينك ساندر أن تشيلسي مجبر لبيع حدد من لاعبه مع نهاية يونيو المقبل تجنبا لمشاكل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عائق وحيد يمنع برشلونة من ضم أمرابط يواجه برشلونة منافسة قوية في ملاف صفقة الدولة المغربية السفين أمرابط الذي قدمه السوية رائعة مع نادي فيورونتينا الإيطالية وفقا لصحيفة ماركا الإسبانيا فإن برشلونة لا يملك المال الكافي لحسم صفقة أمرابط خاصة أن اللاعب مرتبط بعقد مع فيورونتينا حتى يونيو الفين واربع وعشرين وضف ذات المصدر أن صفقة أمرابط ستكلف برشلونة ما يصل إلى خمسة وعشرين مليون يورو لذلك سيكون من الصعب على الفريق الكتالوني إتمام التعاقد ويعتبر الدولية المغربية السفين أمرابط قطعة أساسية في تشكيل رسمي للفيولا حيث أبدت إدارة الفريق الإيطالي برئاسة روكو كوميسيو في وقت سابق رغبتها في تجديد عقد أمرابط حتى يونيو 2027 أو 2028 المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يواجه الجزائر في ربع نيهاء كأس إفريقيا يواجه المنتخب الوطني المغربي المنتخب الجزائري يوم الأربعاء العاشر من ميال جاري لحساب ربع نيهاء كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة المقام في الجزائر ويلتقي المنتخب الوطني للفيتيان بنظره الجزائري لحساب ربع نيهاء كأس أمم إفريقيا على أرضية ملعب الشهد الحملاوي بمدينة قسطنطين بداية من الساعة 8 مساء وكان المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة قد ضمينت أهله لربع نيهاء كأس أم إفريقيا بعد تصدره للمجموعة الثانية من فوزين علما أن الأشبال سيواجهون اليوم منتخب الزنبيا واحتل المنتخب الجزائري الرتبة الثانية في المجموعة الأولى برصد أربع نقاط جمعها من فوز أمام الصومال وتعادل ضد الكونغو وخسارة أمام المنتخب السينيغالي